امه هند امه هند تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك اه اتصلت من كم يوم وحضرتك كان خلاص البرنامج هيخلص ما قلت ليش الاجابة برضو الكاملة. لا ما كانت انا جاوبت عليك وحضرتك هم قالوا لكم منا وبعدين طلعت ايوة بالزبط الله يبارك. وبعدين فانا جاوبت عليك. ما بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك دلوقتي اه هم التلات بنات اللي اتنين الكبار اللي بخاص مني. ايو. والصغيرة هي اللي بجيني. طيب. فانا دلوقتي بقول لحضرتك انا ارملة وباخد معاش فهم عايزين ياخدوا نسبة من المعاش. بوس يا بوس يا امه هند. نعم. اللي انت بتوري دلوقتي ده ما كانت في السؤال اللي فات. فاسأليني بقى عن حكاية انه هم دلوقتي عايزين ياخدوا من معاشك اللي انت بتاخديه من اه ولده المتوفي. ايوة ايوة. طيب فهم دلوقتي عايزين ياخدوا المعاش اللي هو بيجي لك فعايزين ياخدوا منه. ياخدوا نسبة. وانا عاملة عادرتك ثلاث عمليات في عيني وبجيب علاج. طيب فين السؤال بقى? آآ دلوقتي الكبيرة معايا سكنة في نفس الشارع. هم بقالهم سنتين ما بيكلمونيش. طيب ما انا قلت لهم ان هم يتقوا الله وانتي انت سابر رحمتهم. ماشي حضرتك. وهي الكبيرة بس اللي اتجوزت وابوها وموجود وربنا عني وقواني وجوزت الاتنين التانية. طيب. وما باشتغلش. طيب السؤال بقى فين السؤال. دلوقتي حضرتك انا بقول لحملتي يعني. انت العيزيت سأليني يعني. هل من حقهم ان هما ياخدوا نسبة من المعاش? لأ بصا حضرتك انا دلوقتي يعني انا سألت كتير قالوا لي مش من حقهم طالما مش محتاجين. طيب فين السؤال طيب. ما بقول لحملتك. انا دلوقتي انا عيالي دلوقتي مش همني. انا اللي هميبني دلوقتي. الاحفاد اللي هم حيشينهم عني. طيب اقول ل دلوقتي ينفع ارفع قضية رؤية عشان اشوف احفادي. طيب أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك حاضر بصوا يا جماعة هشمازي تعرفوا قيمة الأحفاد في حياة الأجداد الأحفاد بيجددوا حياة الأجداد يعني يفضل جدي من دولة حاسس أن حياته انتهت لأن أولاده خلاص كبروا وسبوه وقعدوا لوحدهم وزي الأولاد اللي هم أنا بنات أنا معرفش إزاي بنات يعني وعندهم هذا العقوق الغريب لأمهم والدتكم مش مصدر مال والدتكم مصدر رحمة من عند الله فاتقوا الله في أنفسكم اللي انتوا بتعملوه ده وقت مش هقول لكم هيترد عليكم ده نازع من الرحمة والبركة الآن فاتقوا الله إذا كنتوا عايزين ربنا مش انتوا عايزين فلوس الحقيقة انتوا مش محتاجين فلوس انتوا محتاجين بركة والبركة منزوعة بسبب عدم رضا الست دي واللي انتوا بتعملوه ان انتوا تكهوا قلبها بقى لأن أول ما بيجي الأحفاد سبحان الله الأجداد بيحسوا ان حياتهم مبتدت مرة تاني ولذلك ما يبقوش مهتمين خالص بإيه بالأبناء يهتموا بالأحفاد ليه؟ بيجددوا حياتهم يكلموهم يقدروا يدوموا الحنية اللي هم عايشين وقتها دلوقتي لما هم بيكبروا ولذلك حضرت النبي قال اللهم منتولى أمرا من أمور المسلمين فاشقق عليه فاشقق عليه المشقة اللي انتوا فيها دي اللي انتوا بتشقوا على أمكم ان هي ما تشوفش إيه؟ ما تشوفش أحفادها حد بيسألني بقى طب يا ستي أنا دلوقتي ممكن أرفع قضية عشان أشوفهم؟ لا وصتي أهل الخير ليه طيب؟ عشان المسألة ما تبقاش فجة وما تبقاش الأولاد حسوا ان هم جدتهم رفعت قضية على أمهم عشان جدتهم تشوفها لا أنا بقول لكم اتقوا الله عشان حياتكم تستمر سهلة يسيرة التعقيد اللي في حياتكم وقلت ذات اليد وقلت البركة دي جاية لان انتوا منعين الأولاد عن جدتهم وبتتعاملوا مع أمكم بهذا العقوق اتقوا الله ومش من حقكم ان انتوا تمنعوا أولادكم عن أمكم اللي انتوا بتعملوه ده بهذه الطريقة بهذا الكيفية حرام عليكم فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أمكم